وزير الخارجية الامريكي مايك بومبيو يعلن تدشين بلاده قريبا لقنصلية جديدة لها في مدينة الداخلة بالصحراء المغربية وفي تغريدة له على تويتر قال بومبيو ان افتتاح القنصلية سيدعم العلاقات الدبلوماسية مع المغرب وسيكون له مكاسب اقتصادية اجتماعية جمى لسكان المنطقة تصريحات بومبيو تأتي بعد هبوط اول رحلة تجارية مباشرة بين تل ابيب والرباط برئاسة كبير مستشار البيت الابيض جاريد كوشنر واعلان واشنطن سيادة المغرب على الصحراء وتوسطها لاقامة علاقات دبلوماسية بين الرباط وتل ابيب واستئناف الرحلات الجوية المباشرة بين الجانبين واعادة فتح مكاتب الاتصال بينهما تنفيذا لما اعلنه الرئيس الامريكي دونالد ترامب في وقت سابق من هذا الشهر الاتفاق تضمن ايضا التعاون المشترك بين البلدين في التكنولوجيا والسياحة والطاقة والامن الغيف وغيرها من القطاعات الخدمية وتشجيع واشنطن لشركات امريكية على توسيع حزم استثماراتها في المغرب لتعزيز دوره الاقتصادي وجعله مركزا اقليميا لبرنامج التجارة والاستثمار في القارة السمراء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر